أكد الرئيس الروسي بلاديمير بوتين أن القتال في قطاع غزة انتقل إلى لبنان ويؤثر على العديد من البلدان في المنطقة وخلال كلمته بقمة بريكس بلاس أكد بوتين أن السلامة في فلسطين سيمر بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلاة وهناك كذلك أزمات في الشرق الأوسط التي تثير القلق وهنا ما قد تحدثت عنه هو تصعيد الأزمات القديمة التي لا يمكننا إطفاؤها وإخمادها على مدى سنوات بما في ذلك الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية التي أصبحت أكثر دموية في التاريخ